إلى مشادة وتراشق كلمي تحولت الجلسة الخاصة للبرلمان العراقي للتصويت على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة نواب الكرد قاطعوا جلسة التصويت بعد خلاف حول مقترحاً تقدمت به كتال نيابية شيعية تضمن تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي النفقة الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية بشرط التزام إقليم كردستان بتقييم النفط المصدر من الأقليم واشترطت الفقرة أن تحدد شركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو حصراً الكميات والإرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الأقليم لا يجوز تسديد نفقته ويتحمل المخالف لهذا النص المخالفة القانونية كما جاء في نص القانون المصوط عليه ويقول النواب الكرد أن هذه الفقرة تخالف الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد الخاص بالملف النفطي والإيرادات فيما لم يعلق إقليم كردستان على القانون بعد وغادر النواب الكرد الجلسة بعدما رفض نواب الشيعة والسنة طلبهم بتأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي إقليم كردستان وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحالبوسي قد أشار في مستهل الجلسة إلى أن القانون سيمضي إما بالتوافق أو بالأغلبية ترجمة نانسي قنقر